اجرد وموانا مened اول مرحباكم شباب كيف الحال معكم اناس أو شيخ العرب و اليوم هموزيتن لكم فيديو جديد كالعادي نام المراجعة لها الزرаются هذا ticker الذي نزيل ποديو ملاجس مع انوا البيض بتعديل المين لقتها هم يحاولون ايضا نش happened like been doing in foortnite سواء كانه تور الزومبي أو كان البلد Hall 54 اي اي ايضا اي ايضا negReacher هم بحاولوا انه ماشي مثلا فوت الناس في هذا الحدث تمام احنا حاليا هذا هو لانشارك وهيك شكله كيف ممكن نحصل عليه ممكن نحصل عليه من روح حاليا على الاتم شوب من روح على الاتم من روح على الوكلي ايتم بتلاكوه احنا انتبعنا الاخرش لاني بشتريه حاكو 1680 ذهب بنصحكم تشتروا سواء كان جيد او غير جيد لانه هذا بنزل بالسنة بس مرة فعشان ما تتندموا بعدين اشترو يعني يكون عندكم في الكوليكشن مش غلط تمام ولكن قبل ما نبلش الفيديو انا اول مرة بعملها صراحة حابب ايه اقول لكم يعني شكرا لكم على الدعم فعلا انا بتشكركم وفعلا بتخلي واحد يشوف مجهوده واذا بتعمل اخر مشارك للفيديو بكون ممنونكم فعلا فعلا ممنونكم واذا مش مشتركين معنا بنصحكم تشتركوا لانه احنا حاليا تقربا كل يوم فيديو عنا ومنعمل جيبه واي كثيري فبنتشار فيكم تشتركوا معنا خلينا نرجع للانشر حاليا انا اشتريته بس ما طورته اعتقد لفل واحد او لفلين فمنروح الستيمت منروح الاسلحة اللي عندي انلكي وينك وينك اللانشر وينك اوكي مفروض انلكي هون هاي اللانشر فانا طورته بس لفلين هو باركات الاساسية بيجي معه بيجي انيرجي كريتكال ريتنج دامج كريت دامج فاللي رح نعمل اوش نطوره مية ستة بس ما عروف لانه اوبسيديوم واللانشرات داما بيجي اوبسيديوم فمية ستة جيد نوعا ما ما تطورو مية ثاثين لانو بالبرايت كور في السيري سحب معكم ومش هل اش اللي هي اطلاع مية ستة بيكون قوي لاغلب اللانشرات فمش هل يعني تروحوا تعملوا لانشر مية وثلاثين وبعدها تعملوا كرافت اوبشن عشان تعملوا لفل مية ستة لا خلاص رايح عالكم وعملو مية ستة من الاول فانا حاليا هنا وصلت لفولب الثالث وخلينا نخلص الفولب الثالث وان شاء الله احنا وياكم حنعمل اللي طبعا البركات نصفطهن في بس واحد بيرك اللي هو حنغيره ومن ثلاثين راح تشوفو معنا ولكن حمل البركات بس رير مثل ما عتم تعودين معنا لانو الانشرات اغلب هن رير حيكونين فجايد لهن رير لانهن قويات فعليا فخلينا هسان هيك هي مكون اخر افولب منها فوصلنا مية ثلاث تكريبا خلصنا وشوفنا الاركام النهائية تماما نعمل اوبجريد نروح اميدو فاي بيرك من انيرجي منحطها بس خليها انيرجي لانا جايدة دميج هاكوليزون بكريتك الرتنج خليها لان انا دبنيه عساسة ضرب الحرجة دميج خليها دميج او اذا بدكم تروحوا دميج لافليك للتارجيت لانهم بما لفليكشن فهو بتسبيد منه 10% زياده فانتوا حرين تروحوا دميج او تروح دميج او فليكت التارجيت انا مفضل تروحوا دميج تفليكت التارجيت ولكن انا مش راح اخيرها سأذهب إلى الريلود سبيد لأن الريلود طبعه بطيء فأنا سأذهب إلى الريلود سبيد طورنا الريلود سبيد دعنا نضع الريير تقريبا هيك البركات صارت جاهزة فأنا عندي حاليا كريت داميج كريت تريتينج داميج وهي تقريبا أفضل بركات ممكن تروح داميج تفليكت الطارجت نعم ممكن تروح إذا حبيته لنشر رح تلعبه فيه طبعا كل الانشرات بيبكن ابسيديو لا يوجد الانشرات بيجين شادو شارت فهيك تقريبا الانشرات جاهز وهيك بشكل النهائي حاليا بالنسبة للهيرو لو داوت اوكي معلش ما شفناش الأرقام أحككم عليه الأرقام التدمجيين 23000 كريتيك الهيد شانس 31.5 وكريتيك الهيد داميج فاير ريت 1.75 مجازين سايت بضغط بضروف الطلقة الوحدي والرنج مش عالي طبعا معروف الانشرات دائما الرنج مش عالي 256 ثاني ولا مكوس ان كل ما بضرب واحدة بخصم واحدة وعندنا امباكت 5310 لو حاولنا نشوف يعني الانشر مثلا النيون نعمل compare هوية النيون بتفوق عليه بشكل خرافي لانه مبني على اساس الدمج الصافي النيون ايوان مبني على اساس الدمج الصافي فتقريمة ثلاث أضعاف لو نشوف الانشر الجديد اللي هو الكنون كانون بول اوكي نعمل compare مع الكنون بول كانون كانون فهذا الانشر الجديد ينزل معنا فحاليا هو اقوى منه تماما حتى في الـ pay rate اقوى منه لكنها بتفوق عليه في الـ impact وفي الـ load time خلينا حاليا نحن قررنا ولكن هنشوفه في game play من هيك نشوفنا تقريبا كله مع الاركام تابعه اذا حاليا نشوف الـ hero loadout الـ hero loadout انتو حرين شو بتفوتوا يعني بالنهاية مش رح تفوت بـ hero loadout مخصص للانشرات نعم وفيه hero مخصص للانشر لهاي الـ hero مثلا 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 بتطولوها انتو فانت بتروح على event x people بتروح على black shadow ops وهي هي اسمه demolition set بني هاي هي بتزيد دمج اللانشرات 50% ولكن انا مش رح نفوت بـ hero loadout لانا بكتنع شي نفوت بـ hero loadout كامل عشان اروح بالـ lanشر بروح انا الـ hero loadout اللي بتلعب فيه مثلا ممكن اروح بهذا الـ hero او ممكن اروحنا بالنينجر متعود عليها اللي هي اكل واحدة للسيوف فانا حاليا هنفوت بهاي هلعب بالسيوف باللعب العادي ولكن هستخدم الـ lanشر ونشوف كيف كوتو رح تكون تمام هايك تقريبا نشوفنا الـ hero loadout وشوفنا الـ lanشر خلانا ننتقل على الماب بـ level 100 و game play ونشوف كيف رح يكون اداؤو داخل game play اوكي الجانا لكم من داخل الماب حريقا كاديم نصنع بالـ lanشر هو بيجي فيه ست بيضات نشوف شكل اللي رمي هيك هاي وما بتفكع اللي لما تيجي على زومبي فانا حاليا نشوف نجرب هون اوكي هذا مش من التجمد هذا التجمد من هذا لان هذا اللي هي ربعة التجميد اوكي تقريبا يعني هاي لسه ما بتفكع اللي ميجي على زومبي فهو هاي الضربة وهي reload time تابعه الـ range تابعه مش عالي كثير فانا علشي ممكن توصل هون تايلين تلاتة اربع خمسة ستة سبع تايلات تقريبا فانا نشوف عنا كمان واحد هون عن مكبرة فانشوفها شايفين ما بيفكع الا لما ممكن تضربها انت مقبل ووما يتراسنون عليها تفكع اوكي اوكي يعني البلاستر اللي هو بعايون لا بOPت من ضربة واحدة تمام اهوكي اوكي يعني Between Come On صوت صوته لحاله وقصه لانشر يعني كيف بضرب هو صوته لحاله وقصه يكون جيد عندكم هيكلة زي نفات تلعبوا فيه مش غلط فاحنا حالا دير جربنا بعيون شوفنا كيف اداءه نحاول نشوف سماشر او هاي المكبر نشوف سماشر نشوف اي اش بطلالنا اوكي شايفين بضرب مبدئي و لما ييجو عليها بتفكع يعني زي هي هون هاي هاي الب هذا المفروض ان يمرك عليها هسا ه هسا فكعة هيا هاي هاي هذه هي هاي حتى لما يمرك عليها هيسا ينسب mengغضف هذه ليس شهر الوحيد بتميز فيها مثلا هاي الب هذا مش فاكعة صحح و لكن ه EMMASH عليها Like Zombe هون اوكي غريبا trial هو psy اوكي انا ها امشي هاي هاي الما horrible ه fish اصلا اي ا particار اوكي هاي لو اتاذي فكعت هيا ايها مثلا هوينيرجي فهو شكلو هيك جاى انيرجي بوزة بس اوكي كعمود خلاص هي لسا في بذل سمانفكة لسا لانشارا بطبعي فيه وقتلكم انا صوتو لحال وقصة صوتو لحال وقصة وممكن يكون جايد نوعا ما يعنى ايه بتضرب هيك لانشار اوكي امباك تابعو حلو نلاحظين معينة و الامباكت اوكي يعني يعني تصير الضربة تقريبا 12 ضربة لما مات البلاستر كوي مش مش هاللانشر الكوي اللي ممكن تركين عليه ولكن هو يعني تمشي مع الماشيين يعني اي اي شي بنزل جديد تحاول تجربه هاي تاكر مثلا هون تمشي تغير هي هاي اللعبة اصلا سرها انك تظلك تغير نحاول نسيد تاكر اشوف اها سدناتين تين سدنات ثلاثة يما اوكي تشحنش علي بليز بليز لا تشحن علي موت وحش فخلص اضافتنا واحد جديد خلص اوحش موت موت بليز فشايفين اصلا تاكر اذا نزلت على هذا ما طبت فيه هاي سي ما طب فيه تضرب يعني زي هذولة فهي هو اللانشر فعليا ولكن انا ما قلت لكم ان انت مشي مع الماشين تحاول ان اش جديد تجربه و بدك لانشر ريك مزمز مش غلط مش شيئ مثل هيك اما كلانشر تحتمد عليه بشكل كبير ما بنصح فيه يعني مش هالاش الهاي اند وبتركن عليه كتير لاننا نحاول ننكذ هذا السيرفايبر فيه اوكي ايو حتى البيض تبعه لحالك تمام هيك منكون وصلنا نهاية الفيديو باتمنى المراجعة عجباتكم واستفدتوا من الفيديو واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تقيم مقطع تضغط زر اللايك واذا اجداد على القناة منتشرف فيكم تشتركوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله في امان الله